فإحنا لما بندرس ظروف طوفان نوح وده طبعا موضوع ضخم جدا بس أنا هلمس جزء بسيط منه الطوفان ده خلى المياه الجوفية تطلع لأن ينابيع الغمر العظيم انفتحت والأمطأ انفجرت وطبقة الأرض تكسرت كتت مجموعة واحدة اسمها البنجية وتكونت التكتونيك بليتس أو التكتونيك بليتس موجودة اتفصلت عن بعضها وكونت القارات ودلوقتي القارات بتبعد عن بعض حوالي 2.5 إنش في السنة 2 ل 3 إنش فيعني لو بسيت على أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وعلى أوروبا وأفريقيا تلاقي أن أمريكا الجنوبية وأفريقيا ممكن يركبوا على بعض كده وده صح فبيقولك أن احنا بنتحرك حوالي 5 إلى 10 سنتي في السنة فلو المسافة مثلا 5.100 مثلا محتاجين ملايين السنين عشان تتفك إحنا بنقول لا الكارثة اللي هو الجيولوجيا الكارثية اللي بيحكيها طوفان نوح كسرتهم بسرعة وإحنا دلوقتي بنتحرك ببطل فده الفرق في حاجة اسمها اليونيفرماتيرين أو الوتيرة الواحدة دي بتقول أني نفس معدلات التغير اللي احنا شايفينها دلوقتي هي اللي حصلت في الماضي وبينفو طوفان نوح لما نفهم طوفان نوح والجيولوجيا بتاعته اسمها الجيولوجيا الكارثية نفهم تكوين طبقات الأرض والجبال والحفريات موسيقى موسيقى موسيقى